السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار عاجية على السريع كما شفتوا ظهرت على قناة الأرضية لإقام فيها مجلس وزارة برئاسة رئيسة الجمهورية باتخاذ عدة قرارات ومراجعة الكثير من المواضيع التي تشغل الرأي العام وتكلمنا عليها كثير قبل رمضان من بينها منح المتقاعدين وزيادة المعاشات رح تكون تغيراته كثير من زيادات الكثير من الناس قالوا في الكومنتر قالوا أنه مكاش زيادات وهي مجرد إشاعات وفقط هي إضافات التي تكون في أول ماي من كل سنة لكن بعد عقد مجلس الوزراء كان هناك قرار بالإجماع حول مراجعة منح المتقاعدين وذلك يأتي تقديرا لما قدمت هذه الفئة من خدمة للوطن يعني هذا خبر رسمي نقرأكم البيان لخرج به مجلس الوزراء درأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد لعلى لقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماع المجلس الوزراء خصصة لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعد القوانين الأساسية الأسلاك الطبية والشفة الطبية للصحة ومتابعة مسجدات تقدم عملية الرقمنة بالإضافة إلى عرض مشترك حول إنتاج وتوزيع الزيوط تشحيم في الجزائر ومشروع قانون يتعلق بتسهيل نفايات ومراقبتها وإزالتها بعد افتتاح السيد الرئيس الجمهوري اجتماع ومنح الكريمة لسيد الآمين العام للحكومة لعرض جدول الأعمال تم عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين أخيراً وعقب عروض السيدات والسادة أعضاء الحكومة أزداد السيد الرئيس الجمهوري الأوامر والتعليمات التوجيهات التالية أولاً بخصوص القوانين الأساسية للأسلاك الطبية والشفاة الطبية للصحة وفق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لموظفين المنتمين للأسلاك الطبية والشفاة الطبية وجه السيد الرئيس الجمهوري وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوص بخصوصية الأسلاك الطبية وشفاة الطبية ثانياً بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعد وهذا يعني هذا اللي همكم بزاف أكد السيد الرئيس الجمهوري أن قرار رفع المعاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة حيث ستطبق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15% على جميع الفئات المتقاعدين ما يسمحوا لهم بتحسين إطارهم المعيشي إذن كما وعدنا سيد رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أول ماي بمناسبة عيد العمال كان وعد أنه قال في يوم الأحد أو بالأكثر يوم الثلاثة يعني يعقد مجلس مجلس الوزارة وفعلاً عقده اليوم وكان هذا كما شفته وسمعته كانت هذا هو الاجتماع بالنسبة لقيمة الزيادات ومنهم المعنيين بالزيادات ما كاش عندنا معلومة لأن القارار صدر اليوم إذن كم يستغر أقل مدة في تطبيق القارار يعني سنة 2024 أو بداية سنة 2025 لو أعلم إذن كل جديد رح نجيبه لكم فقط تبقى ومتابعين وعملوا اشتراك وفعلونا لنا باش دايما نجيبه لكم جديد إذن ذلك محين دونتم في رعاية الله وحفظي جميعا مع السلامة فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة